عايزة تكلم مع حضرتك عن فريق بنواجهه إحنا تقريباً لأول مش تقريباً أكيد بنقابله لأول مرة ما نعرفش عنه حاجات كتير ده بيكون صعب إنك يعني مش عارف المجهول ولا لا بيسهل مهمة الفريق شوية كابتن فتن لا مين من الأحسن على الساحة الأفريقية؟ مين المفروض يفرد أسلوبه؟ طبعاً صاحب البطولات؟ نادي الأهل بخبراته زي ما تريدك بلعبته بهذه الفن بدائماً نادي الأهل مسيرته فيها الكرة الأفريقية مسيرة كويسة جداً مسيرة أيضاً فيها بطولات سنديب البطل النيجر ما حدش يمكن أول مرة نسمع عنه كابتن أنا أول مرة يشترك في هذه البطولة فدائماً نادي الأهل يفرد أسلوبه على أي فرقة وخصوصاً خارج ملعبه هو وصل مرتين مرة لكونفدرالية ومرة دوري أبطال الفكرة النفسها طبعاً هي جزئين وما أخد رأي حضرتك فيهم البداية دايماً بتبقى بداية رغم طبعاً الفروق الفنية والفروق الفردية لصالحنا لكن البداية بتكون مهمة وكمان الجزء الآخر أن الفرقة زي دي وحضرتك أكيد عندك خبرات أنك بتلعب فريق بلغة الكرة كده مش خسران حاجة هو بيلعب مع بطل أفريق هو بيلعب نادي الأهلي المدير الفني بتاعه كمان بيحفز لعبته بيقول لهم أنتو لو عملتوا نتيجة جيدة ده هتكتب في التاريخ فطبعاً عملية التحفيز والعامل النفسي بتكون أكيد دافع للفرقة زي دي مش كل حاجة مش كل يعني الشق المعناوي والشق النفسي وكل هذي الأمور والمدير الفني بيقوم متحمس واللعبة متحمسة ولكن الشق الفني يا كابتنين مهمة جداً النهاردة اللعيب على مستوى النهاردة لعبة النادي الأهلي ما شاء الله على المستوى الأفريق ومستوى الدولي ومستوى المحلي لها لعبة كويسة عشان كتب أقول لك النادي الأهلي دائماً هو اللي يبادر يبادر الفرقة دي النهاردة هو مفيش بقى جاس نبض وشو الفرقة دي بتلعب إزاي وكل هذي الأمور كابتن ترسوها كابتن تخرجوا على البديوهات تتفرج على البديوهات وممكن الفرقة دي بتلجأ لأكورة طويلة بتاع الأسلوب الأفريقية بتاع زمان فالنادي الأهلي لازم يستثمر هذا الكلام ولازم يضغط يضغط من قدام يعني دائماً النادي الأهلي عنده وعنده من اللعيبة الأولى اللي وقيتهم كويسة بدانياً كويسين فالناديهم كويسين بيستعوب أي تكتيك يعني مفيش حاجة تبقى صعبة عليهم فهذه الأمور هذي الأمور أنا شايف أن الخطوة الأولينية أو الربع ساعة الأولينية مهمة جداً 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 ما تديش بقى سوى تدخلتش بقى الفرقة اللي ماتش بمعنا بس ما تديش بقى جس النبض وهشو الفرقة بتلعب إزاي ومش لا 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 كل هذه الأمور أنا شايف أن هذه الأهلي لازم هو اللي بيادئ دايماً وهو اللي يفرد أسلوبه هو اللي يخلي الفرقة التانية ترد فعلاً طيب إحنا عندنا النهاردة غياب غياب القيادة الفنية مستر موسماني ده اللي بتشوفوه مع حضركم ده ده جزء من تدريب النهاردة من النيجر من نيامي النهاردة موسماني نظراً لإصابته بفيروس كورونا غايب يأثر ده على الفريق كابتن فتحي لأي مدى ممكن يأثر على لعبة النادي الأهلي وبس دائماً المدير الفني بغيابه بيأثر يعني برضو بيأثر 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 كشخصية بيأثر كقيادة ماتش قدرت الماتش وكل هذه الأمور حتى في الناحة النظرية بيقول محاضرة الماتش كل هذه الأمور بيأثر يعني ولكن إذا كان هناك إذا كان هناك شو أنا بقول إذا كان هناك دائماً المدرب العام مثل كابتن سامي أمسان شخصية قويسة شخصية قيادية شخصية أيضاً بتتمتع بشخصيته قويسة قوي النواحي الفنية قطعاً يبقى فيه مع مستر مسماني فيه تشاور بين الاثنين ويمكن برضو من خلال الفيديو من خلال دائماً الاتصالات والتواصل فبيحصل حاجات كتير جداً من خلال برضو التدريب ومن خلال أيضاً رؤيته للمباراة ولكن مين اللي هيقود الكابتن سامي أمسان يعني الكابتن سامي أمسان وكوتش كيفن طبعاً هو خلاص هيقود بكرة هذا اللقاء وهتمنل التوفيق إن شاء الله لأن زي ما قلت حددك فرقة النادي الأهلي هتستوعب النهاردة لو أنا جيت شرحت النهاردة أسلوب لعب وتكتيك لعب خلاص اللعبة بتستوعب هذا الكلام سريعاً لأن هم تعودوا على اللعب وتعودوا على الأسلوب لعب وتعودوا على التكتيك كل واحد النهاردة تعاور حتى على واجبات وظيفته فكل اللعبة النهاردة سهل جداً إن كابتن سامي أمسان إن شاء الله يقود بكرة الفريق في الغياب المسلمين